طلبة سلسلة محاررات مادة تمريد الأطفال بيبي ايج عنوان المحاررة بيبي الوزر 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 يتراوح الوزر يتراوح 35 إلى 45 سنتيمتر محيط الرئيس محيط الرئيس يجب أن تظهر 35 سنتيمتر ولكن تظهر مكس من أجل الوزر محيط الرئيس ثقائي 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 سلسلة لأنه يكون يبدو يقل في الطبقة الدهنية تحت الجلد ويبدو الجلد بأنه مجعد أطفال يصنفون على أنهم هيرس بيبي لأنهم سيعانون من شاكل عديدة نتيجة لعدم اكتمال أو نضج أعضاء هذا الطفل ممكن يكون هو ويك أو بور بادي تيمبرتر كونترول بسبب عدم اكتمال مراكز تنظيم لدرجة الحرارة أو مراكز تنظيم الحرارة في الهايباثرامس ودفيكالت إن بريثينج لأن مادة السورفكتانت تكون غير منتجة في هذا الوقت هذه المادة تنتج بالأسبوع الأخير من عمر الحمل تقريبا طبعا بعض الأحيان نستخدم الهايدروكورتزون نعطي الهايدروكورتزون للأم قبل الولادة بيوم أو يومين تقريبا حتى ينتقل هذه المادة إلى الجنيل وبالتالي يتحفز وسرع من عملية إنتاج السورفكتانت طبعا السورفكتانت هي مادة تنتج داخل الأرفيولاي وتعمل على بريفينت بلانك كولابس إذا كان عند الطفل RDS بالتأكيد سيكون عندها سينوسيس لأن صعوبة التنفس تؤدي إلى الإزرقاق أبنية مور دان ان فول تيرم إماتور إميون سيستيم مور انفكشن رح يكون هو هاي ريسك فور انفكشن طبعا هذه النقاط اللي لوانتهم باللون الأحمر راح أشرحن في فيديو آخر إن شاء الله بالتفصيل طبعا يكون عنده إماتور هيماتوبوسيس وفيتامين نيرسي كير مختصر هو نيونيت انتنسيف كير يونيت يعني الاطفال اللي هما يصنفون على نم هاي رسك بايبي مو شرط اللي هما بريماتور ممكن يكون بوسترم ايضا ممكن الاطفال اللي يكون عندهم الأبقار سكور يعني لو سكور يبقون بالن الاي سيو بحتى نقدم لهم الرعاية الكاملة طبعا الـ Airway should be opened by section of secretion لازم نسحب السوائل من الفم والأنف حتى نسمح بعملية التنفس Keep premature baby warm to prevent cold injury جدا مهم هاي الخطوة لان الطفل بعده يعني مثل ما ذكرت بالسلايد القبله انه غير قادر على تنظيم درج حرارته ولذلك بعض الدول النامية تستخدم طريقة KMC واللي هو تطلق عليها طريقة الـ Kangara Mother Care ايضا راح اشرحها مع الفيديو اللي راح يكون ملحق لهذه المحاضرة هذه الطريقة هي Kangara Mother Care من خلال وضع الطفل skin to skin على صدر الام ويتغطون الكل يعني الام والطفل يتغطون حتى تأخذ الحرارة من جسد امه Care of umbilical cord أيضا ناية بالحبل السري طبعا من استخدم اي مطهرات فقط normal saline العناية بالسكن والأيز gentle movement of premature baby لازم نرفع يعني اذا نحمل الطفل نحمله بلطف ويجب ان تكون اليدين خالية من الاكسسوارات كالحلقة او الخاتم او الساعة حتى نمنع to prevent from injury وايضا يكون high-steral technique داخل ال NICU حتى نمنع the infection nursing care in incubator include طبعا العناية التميضية بالحضانة تشمل put premature baby in incubator which was prepared for him لازم يعني تعد الحاضنة من بين الطفل الى الطفل لازم تعقم وتعد بصورة جيدة تنظف حتى تستقبل طفل اخر لمنع انتقال العدوى warm incubator premature baby needs to be warm so incubator temperature should be يعني نخلي درجة حرارة مع ال incubator 31 الى 35 تقريبا حتى نحافظ على درجة حرارة الطفل ما بين 35.5 الى 36 ونص الاكسجين 30 الى 40 و 55 طبعا الاكسجين لازم يكون مرتب ملاحظة الاكسجين والرطوبة وكمية الاكسجين اذا كان الاكسجين من النوع central auto بعض المستشفيات تستخدم الاكسجين المركزي راح اشوفكم الصورة الثانية هذا هو الاكسجين المركزي وهذا هو جهاز ترطيب الاكسجين يخلون هنا يعني مي يدخل الهواء الى المي حتى يترطب وبعدين ينتقل الى الطفل حتى لا يخدش المجرى التنفسي للطفل طبعا هذا النوع الاخر اللي هو يستخدم على البطل الخارجي مو شرط يكون central auto supply الى هنا مع هذه الملحوظة المحاضرة هي موجهة الى طلبة المعهد الطبي قسم التمييض حسب مفردات منهج مادة التمييض الاطفال ارسلوا لي تعليقاتكم واستفساراتكم حول المحاضرة وان شاء الله راح اجاوبكم عن قناة التليجرام او موقع جوجل كلاسروم الخاص بمادة التمييض الاطفال الى اللقاء في محاضرة قادمة ان شاء الله تعالى